السؤال اللي بعد كده سؤال من شيماء وتيتو يعني بيقول السؤال إيه لو سمحت يا دكتور بنتي عندها سنة ونص تمام ما طلعتش غير سنتين فوق واثنين تحت يعني أربعة وشعراء خفيف طيب أولا نبدأ يعني كلامنا سنة ونص يعني سنة ونص العمر وأربع أسنان في العدد هل ده معدل كويس الحقيقة أنه معدل مقبول مش كويس يعني هو مقبول مش وحش بس هو المفروض أنه إحنا بقى إيه ندخل في عدد أسنان أكتر شوي بس عايزة أطمن حضراتكم لأكتر من نقطة من خلال أكتر من نقطة أول نقطة إن فيه بعد عمر سنة ونص تحديدا سرعة عملية التسنين بتبقى ظهوء الفرق ما بين ظهور سنة وسنة أخرى أقصر فهتلاقوا مثلا إيه يعني ممكن نقول مثلا إن الأربع أسنان دول ظهروا في فترة معينة ممكن تلاقوا أربع أسنان تانيين ظهروا بقى أربع كمان غير اللي فاتوا يظهروا في فترة أقل بكتير بعد سنة ونص تحديدا الحكاة دي يعني بيبقى خلاص قدرة بقى الجسم على استخلاص الكالسيوم أعلى مصادر أو تنوع المصادر الغذائية يعني في غذاء الطفل بتكون أكتر فهمتوا قصدي فبالطفل بيحصلوا بقى إيه تصارع في عملية التسنين تمام لكن ده لا ينفي إن إحنا ننبه حضراتكم لأنه إن الطفلة هنا لازم يكون فيه مصادر كالسيوم متنوعة في أكلها وبرضو فيتامين دال مصادر الكالسيوم إحنا قلنا أنتوا كلكوا حفظين إن الكالسيوم موجود في اللبن اللبن الحليب موجود في الزبادي يعني موجود مشتقات الألبان ترجمة نانسي قنقر